موسيقى 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 بالموارد البشرية المقصود بها الأساتيدة الإداريين تربويين كل الأطور المتدخلة في هذه المنظومة أهم ما سمعنا في هذا الدرس هو هذا الجانب البيني الجانب الذي يتطلب دراسة التاريخ لمعرفة الشروط الاقتصادية والسياسية والمعرفية والتطورات التي تعرفها يعرفها الفكر الإنساني في مقاربة قضايا التكوين والتربية وكان الهدف بالحال بالنسبة للطلباتين هو التقاء بخبراء لهم معرفة ولهم تجربة طويلة وكبيرة في هذا الميدان من أجل استفادة منهم المدرسة العليا الأساتيدة بيم كناس تداب دائما على هذا النوع من لقاءات مع الخبراء والعلماء والمفكرين وهي لقاءات تجعلها مباشرة مع طلبتهم من أجل أن ننمي مجتمعا أو جيلا من الطلبة قادرين على الإسهام مستقبلا في تطوير المنظومة التعليمية المنظومة التربوية ومنظومة البحث العلمي بوجهين عام أيضا نحن سعاداء لأن هذا الأسبوع هو انطلاق بدأنا في الأسبوع الماضي ببعض الأنشطة خاصة في مجال ما يسمى بالأوراش التي نظمت من أجل الجانب المتعلق بالبيانات والضخمة والدكاء الاصطناعي والأسبوع القادم سيكون عندنا مؤتمر دولي للطاقة المتجديدة وسيحطره عدد كبير من العلماء من العالم ندرس العليا الأساتيدة فخورة داخل جامعة موليسماعيل بهذا التطور الذي تعرفه وهذا النشاط الذي تدأب عليه من أجل المصلحة العامة شكرا